يبدو أن زمن الشعارات الرنانة، الخطبات الشعبوية والقاعات المغلقة قد ولّا المترشحون لرئاسيات السابع من سبتمبر ومدعميهم اختاروا النزول إلى الميدان، المقاهي الأسواق والأماكن العامة للاحتكاك المباشر بالمواطن واستمالة أكبر عدد ممكن من الناخبين المرشح أنتعني سببوا عندما يتبون وهذا الجنيراسيون اللي لازم تغير وكيفه الردوا عليهم احنا الشعب متحضر ردوا عليهم بمشاركة قوية في الانتقابات حي القصبة العاتيق وفي حي باب الواد وفي الأحياء المجاورة اللي هي أحياء تعبر على الجزائر ثلاثة مترشحون يراهنون على العمل الميداني بعد أن أصبحت خطابات القاعات منفرة ولم تعد ذات منفعة دعائية اتبدلون أطراف الحديث مع المواطن البسيط ويتناقشون معه حول مختلف القضايا الوطنية وحتى الخارجية هو تركيز بعض المترشحين على العمل الجواري والخروج إلى الشارع لملاقات الرأي العام الجزائري هذه ظاهرة صحية ونقلة نوعية في الحملات الانتخابية لأن المترشحين يريدون إعطاء صورة بأن المسؤولين ولو كانوا مرشحين للمنصب القاضي الأول في البلاد ورئيس الجمهورية إلا هذا لن يمنعهم من التجول في مختلف شوارع العاصمة أو الولايات الأخرى من أجل تحسين صورة النشاط السياسي المعطيات تغيرت اليوم والمواطن أصبح يتحلى بوعي أكبر ومنطق ما يستدعي التكيف مع كل المتغيرات المتعلقة به باعتباره أهم حلقة في المسار الانتخابي ووحده من يحدد من سيعتل قصر المرادية يوم الاقتراع